أهلا بكم اليوم بدنا نتعلم كيف نستخدم عصى القيادة في النموذج الإيقاعي سماعي ثقيل نموذج الإيقاعي سماعي ثقيل يعتبر من النماذج الإيقاعي الكلاسيكي في الموسيقى العربية لما بيجي الموضوع عند القيادة الموسيقية واستخدام عصى القيادة في هذا من خلال هذا النموذج الإيقاعي فبتحتم عليه هون أفهم التقسيم الداخلي للإيقاع نفسه لكل الإيقاع فيه تقسيم داخلي غير التقسيم العام احنا بنحكي على إيقاع اللي هو مكون من عشر نبضات قيمة كل نبضة أو زمن كل نبضة هو ثمن الزمن عمليا في عنا دم هاس هاس تاك هاس دم دم تاك هاس هاس عشر نبضات عشر أثمان التقسيم الداخلي لهذه النبضات هو ثلاثة، ثنين، ثنين، ثلاثة لما أنا بدي أجي أحكي على طريقة أداء الثلاث نبضات الأولى في إيد واحدة فبتكون تحت، يمين، فوق إذا أنا بستخدم اليد اليمنى تحت، يمين، وفوق فبصير عندي وان، تو، ثري ولما أنا بدي أستخدم النبضتين فبيكون تحت، فوق فبما أنه عندي ثلاث، ثنين، ثنين، ثلاث فبصير عندي وان، تو، ثري وان، تو، وان، تو، وان، تو، ثري بهاي الطريقة طبعاً ممكن أنه نحن نؤدي السماعي ثقيل كمان في تقسيم مختلفة مش ثلاثة، ثنين، ثلاثة، 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 خمسة ولكن مهم جداً يكون أول مبضتين لتحت فبصير عندي وان، تو، ثري، فور، فايف، سيكس، سيفن، ايت، ناين، تن بهاي الطريقة تحت، تحت، يسار، يمين، أعلى ولكن مفضل نستخدم التقسيم الكلاسيكي الأصلي اللي هو ثلاث، اثنين، اثنين، ثلاث في حال حبيتوا تستخدموا الإيد الشمال للتعبير أزود فبدي يكون فرضنا في التقسيم الإيقاعي فبيكون تحت الإيد اليمين على اليمين والإيد الشمال على الشمال فوان، تو، ثري، وان، تو، تحت فوق كمان مرة، تحت فوق وان، تو، ثري فهذا هو هاي الاحتمالات وكمان مرة أنا بفضل استخدام التقسيم الكلاسيكي ثلاث، 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 ثلاث ونبدأ نتعامل مع قضية الكوندكتينج بشكل المزبوط والعلمي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر